السلام عليكم. الحمدESS و الله تعالى لكم. أتمنى شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتعالى أن تكونوا أهل والأحباب وكذلك الأصدقاء دي لكم هاخترار الذي قمت بها لكم ، هو خصاصاً للشركات وكذلك الشباب والناس فئة التي يستفيدوا من ترجل ناريال كثيرة طولة في تفضيل منه ويأخذون فكرة. كذلك هذا الفيديو هذا أريد كي تتحدث برفضل وكذلك مع مواقع التواصل الاجتماعية. باش لتعوم الفائدة وكذلك باش شركة الكبرى يتسنطل هاد الحلقة هادي ويستفدو منها. غالبا احيان ركب درجة فاشتشري مطور جديد تيبغي تنام المشكلة للمطن. وغالبا الدرجة هادو فهو ما تيخدموا بالبوبيناء قصي. البوبيناء قصي اللي هي ستارتور دور ديها تتدير دماراج المطور وتتدير ادوار اخرى. حنا غنتكلم على الدماراج دير الصباح. اولا في الدماراج في اي لحظة وقت تتسكت المطور. مطمئنًا فاشتشكت المطور. كل المطن عندك فاللمطن لا تصدر دماراج المطور. لذا سنتصحكم انكم ديرو سيديا باتري. وفي الاخير تسنتظر هذا الفيديو ومتارجوا الفيديو دينا. بس ما ما قاعدت وصلت الشيماعي. باش يوصلوا ومكسموم الشركات باش للمطن لا تصدر دماراج المطور جدد. لسنشربهم بفلوسنا. جمان غالي. تبا خلالي. موتر موتر ليسوا معقدون حيث لحظة وزيطة الي تلاتي للتحديث تعاليم المطور بسيطة مع كم 900 cc لطلب تصدر كم تلاتي لطلب. ولكن كم تلاتي أدنين بعض هذه الشركة والعيش أيضًا من الوحيدًا لهذا ومتع بشكل بشكل تماماً لديه وإنفع بشكل مستخدمي وكبار المفرارة الرجل من سيطر محضورة يببطون سيطره وكبار المساعدة سيطر البيوتر وكبار المفرارة بشكل مفرارة solution numéro 2 remplacer le starter d'allumage à 6 bobines AC qui a le problème sur la machine de 49 cc par un starter à bobinage DC plus puissant avec son boîtier DCI à 12 volts avec courant alternatif de 4 fils et ajouter un cinquième de limitation de vitesse la bobine correspondante démarre la moto lui donne la force et s'arrête en sortant du circuit mais elle continue d'autres tâches solution numéro 3 changer la qualité de la matière ou la qualité du produit de bobinage car notre motos est la seule qui souffre de ce problème merci de votre compréhension et à la prochaine merci de votre compréhension merci de votre compréhension